يا أبنى شعبنا اليمنى العظيم خمس سنوات من الإقامة في الرياض قضاها الرئيس عبد الرب منصور هادي بعيدا عن البلاد باستثناء زيارات قصيرة لم تتجاوز بعضها ساعات ومن ثم العودة مجددا إلى مقر إقامته وهي أطول مدة قضاها رئيس يمني في الخارج وربما أطول مدة قضاها رئيس خارج بلده على الإطلاق خلال الأعوام الخمسة الماضية لم يستثمر الرئيس هادي التفاف غالب القوى السياسية حوله والدعم الدولي الذي حاز عليه في سبيل إعادة مؤسسة الدولة ومواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح وما أعقبه من أحداث وإضافة لغيابه الطويل وانفصاله عن حياة اليمنيين منذ خمس سنوات وفشل مؤسسات سلطته أضاف هادي طبقة جديدة من الغياب حيث توقف عن الظهور في اللقاءات والاجتماعات الرسمية وعن قراءة خطاباته التي يوجهها للشعب في المناسبات واكتفى بتكليف موظفين ومذيعين لقراءة البيانات الرئاسية أيها الشعب اليمني العظيم وفي الآوينة الأخيرة يبدو أنه تنازل عن حضوره لصالح حضور رئيس الوزراء معين عبد الملك المرضي عنه سعوديا كما يؤكد كثير من المراقبين وفيما يثار الكثير عن الحالة الصحية لرئيس هادي إلا أن الواضح أن الدواعي السياسية هي الأكثر تأثيرا في مسألة غياب الرئيس بحسب البعض فإن هذا التواري عن المشهد يمثل تغييبا متعمدا للرئيس هادي وهو الأمر الذي تتقاطع من خلاله مصالح عدد من القوى الإقليمية والدولية في ظل المساعي للذهاب نحو حل سياسي للأزمة اليمنية من دون هادي إلا أن الغريب هو ذلك الصمت الذي يشبه التواطئ من جانب القوى السياسية اليمنية التي يبدو وكأنها لم تعد تنتظر الرئيس هادي ولم تعد ترى في مؤسسة الرئاسة كآخر ما يمثل إجماع اليمنيين في هذه المرحلة في العام الخامس للحرب تبدو خيارات اليمنين أضيق منها لحظة بدء الحرب وبإضافة مسألة مصير مؤسسة الرئاسة يبدو مستقبل الأزمة مفتوحا على الكثير من الخيارات التي قد لا تكون في صالح القضية اليمنية